أخبار بقى إيه؟ الكواليس الخاصة بتاعت فيتوريا حيمشي؟ ولا مش حيمشي؟ الحاجات الإيه؟ الأخبار الجميلة بتاعتنا ديًا بقى طيب دي كواليس خاصة وحصرية زي ما إحنا متعودين فيه رقم 10 كواليس الساعات الأخيرة فيه اتحاد الكرة نعارفين أن بكرة بين قسين المفروض سوف يتم تحديد فيتوريا هيمكمل مش مكمل المنضوقة بتاع المكافأة بتاعته أو الشرط الجزائي بتاعه حيدفع كله ولا هيدفع بالتقصيد ولا فيتوريا يعني هنصعب عليه فهيدفع جزء من المبلغ أو حيوافق يعني أنه يخفط شوية هنيعرف كل الكلام دي على أي حال الساعات اللي جاية أنا أسف الساعات اللي فاتت كان هناك العديد من المناقشات ما بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكرة حولها مصير إيه؟ روي فيتوريا هنشوف لاتي على الجرافيك في ظل إيه؟ في ظل فشل الراجل في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية وكأن مشكلة وأزمة كرة القدم في مصر حتتحل برحيل هذا الراجل أو أنه يكمل يعني لو الراجل ده ماشي وجبنا واحد مكانه كل أزمة وكل كوارث وكل نكبات المنتخب القومي لكرة القدم هتتحل اتحلت خلاص يعني إحنا خلاص نستريح منضوع إن إحنا هنخش كاس العالم وحننافس على مركز متقدمة في كاس العالم هو فقط إحنا عايزين نشيل قلده ونحط شهين أو نشيل زيد ونحط عبيد فقط فالمنضوع سهل يا جماعة إحنا ليه مصعبين للمنضوع نرجع تاني لأخبار طيب اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة حول مصير روي فوتوريا مع منتخة مصر وأنا برضو معلش أنا عايز هنا برضو أنا مش عايز حد يفهم من كلامي إنه برضو مشكلة مشكلة اتحاد الكورة خالص المنضوع أكبر من كده منضوع منظومة منظومة كاملة متكاملة يعني لا يكلف الله يا جماعة نفسا إلا وسعها فإحنا العناصر اللي منجودة ده السيل بتاعهم السقف ما تطلبش حاجة أزيد من ده ما فيش والله ما فيه فهو كده تمام نرجع يا جماعة تاني معلش أنا ياسف لأخبارنا الكواليس أعضاء المجلس الإدارة تحاد الكورة اتمعوا وشايفوا الراجل ده في ظل فشله في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمة الأفريقية حتى الآن لم يحسم حتى الآن لم يحسم المجلس مصير المدرب البرتغالي ده رقم واحد خش رقم اتنين في الوقت في الوقت الحالي بيتمسك السلاسي مين السلاسي؟ الأستاذ المبجل جمال علام رئيس الاتحاد ويه الأستاذ المبجل خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والكابتن المحترم حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول التلاتة دول بيتمسكوا باستمرار المدرب البرتغالي روي فتوريا وهم بيقولوا هؤلاء الثلاثة الرموز المبجلين المحترمين بيقولوا أن الراجل وجهته ظروف صعبة ما هي هذه الظروف الصعبة؟ التقس والرطوبة كان يعني درجة الحرارة مش لطيفة بالنسبة للعيبة يعني زي ما شفنا الأداء والرطوبة كانت عالية على اللعيبة تحت منتخب مصر فقط تمام؟ وطبعا الإصابات ده الكلام وأنا عذروني أنا مش هقدر أعلق على الكلام هذا هو الكلام أنا بحاول أنا أتمسك بوجودي هنا كمزيع أو كإعلامي في هذا البرنامج الرياضي ويبحاول أقول الكلام اللي منجود وأترك لكم حرية التعليق فهم قالوا أنه إحنا يا جماعة عايزين نتمسك بالراجل لو روي فتوريا ليه؟ علشان الراجل وجهته للأسف الشديد ظروف صعبة جدا 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 ما هذه هي ما الظروف الصعبة دي والله علشان الراجل أو اللعبة منتخب مصر لأسف الشديد وجهتنا عندنا التقس والرطوبة والإصابات ده رقم اتنين نخشها رقم تلاتة حتى الآن لم يتحدث أي من أعضاء مجلس درودات اتحاد الكرة مع روي فتوريا بشأن رحيله أو التنازل عن الشرط الجزائي في عقده أو أنه هو يخفض من الشرط الجزائي وكل اللي حصل أن الكابتن حازق ميمام تواصل مع المدرب هاتفيا وقال له كابتن حازق ميمام قال لروي فتوريا زي حضرتك يا فندم أنا بس بحب يعني أقول لحضرتك أن الجماهير المصرية غضبانا شوية زعلانا من النتائج بتاعة كاس الأمة الأفريقية فروي فتوريا رد على الكابتن حازق ميمام وقال له خلاص وعد أن النتائج حيتم تحسنها مستقبلا سلام سلام لا تعليق رابعا روي فتوريا في الساعات الماضية بيسلم تقريره إلى الاتحاد اتحاد الكرة حول أسباب الإخفاق في كأس الأمة الأفريقية وبيرجع المدرب السبب في الخروج من دور 16 إلى الرطوبة الرطوبة كانت يا جماعة مؤثر على اللعيبة وطبعا الإصابات لا تعليق خامسا في الساعات الماضية بيتلقى روي فتوريا عرضين من السعودية واحد من العرضين من يدي الشباب المدرب البرتغالي بيرفض فكرة الرحيل عن تولي زمام مبادرة أو يعني منتخب المصري تمام ويبيع تمسك باستمراره مع المنتخب وهو ما يعني أن المدرب إذا ما عرض عليه الرحيل حتكون هناك صعوبة شوية أنه هو يعني يمشي ليه علشان الراجل تقريبا زي ما إحنا فهمين من الكلام من الأخبار من الكواليس أن الراجل عايز يحصل على مستحقاته تمام تمام سادسة اتحاد الكورة خلال الوقت الحالي كل اللي هو بيفكر فيه أنه هو يجري تعديلات على الجهاز الفن يجري تعديلات على الجهاز الفن تمام طيب كان فيه هناك قرار برحيل كابتن أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد ومدرب الحراس الأجنبي إلى جانب تخفيض راتب فيتوريا وتقليص عدد معاونيه الأجانب في الجهاز بجانب استخدام مدرب عام ومدرب حراس مصريين يعني وده نظرا لأن المجلس لا يجد بديل مصري مناسب للمدرب البرتغالي في الوقت الحالي إحنا خرجنا يا جماعة من كاس الأمة في الخيئة إمتى ده ده يعني الملخص ما بعد أسبوع تقريبا من خروج منتخب مصر للأسف الشديد المهين جدا أمام منتخب يسمى بالكونجو الديمقراطية يوم الحد اللي فات خرجنا بعدما يعني شكلنا كان صراحة كان يعني يحرق دم أي واحد مصري هو يتفرج على المنتخب المصري يلعب بالشكل ده وبالأسلوب ده وبيدافع بدافعوا قدام مين مش قدام السنغال ولا قدام الكاميرون ولا كود فار لا 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 خالص تماما كان بدافع دم الكونجو الديمقراطية آه خلي بالكم الكونجو الديمقراطية الكونجو الديمقراطية احنا عدينا أربع لعيبة أساسيين بلعبوا أساسيين بلعبوا المفروض في منتخب مصري بمحترفين في أوروبا باستثناء بقى نني ويكوكا اللي هم مش بلعبوا أساسيين يعني أنا بتكلم على الناس بتلعب أساسيين الكونجو الديمقراطية يا جماعة اللي لعبتنا وخرجتنا من الدورة الستاشر عارفين كام لعيب محترف فيها كل اللعيبة باستثناء حرس المرمة اللي هميلعب في فريق مازامبي إحنا بعاد نخش يا جماعة معلش ناسف نكمل تاني سابعا مجلس إدارة التحاد الكرة لم يتواصل حتى الآن مع أي من السناء البرتغالي كارلوس كيروش أو المدير الفني السابق وطبعا هو كان المدير الفني السابق للمنتخب أو الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب الفراعنة الفراعنة كما تردد يعني كل ما أثير عن اقتراب توقيع مش عارف المدير الفني الفلاني مع الفراعنة كل هذا في تحت التصنيف بيقولك كل الكلام ده ليس له أي أساس منه صح احنا أصلا مش عارفين الراجل هنعمل معنى يعني فيه توجه وفيه اتجاه انه هو يعني يتم شكر الراجل قوله شكرا كتر خيرك باستثناء الثلاث شخصيات اللي موجودين فيه اتحاد الكرة رئيس ونائبه والمشرف العام على المنتخب هم اللي عايزين الراجل يستمر فيه لو انتوا فاكرين الراجل ده روي فيتوريا تم تقديمه لنا نحن جموع المصريين ان ده المدرب المشروع والله يتقل لنا كده ده المدرب المشروع روي فيتوريا والمنتخب اللي احنا شفناه ده ده المفروض هو المدرب المشروع بتاعنا او الله يزا بيقولك كده اشتركوا في القناة